بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم في يوم عظيم وحافل باحتفالية خاصة واحتفالية عظيمة هيذكرها التاريخ خلال السنوات القادمة اليوم 14.29.2021 احتفالية الأهلي بتتشين شعار النجمة العشرة على تي شيرت الأهلي هذا الاحتفال وهذا التتشين مش مجرد احتفال ببطولة النادي الأهلي دايما بيفكر بشكل أكبر من كده وشكل أوسع من كده البطولات الحمد لله كتير الاحتفالات دايما في النادي الأهلي بتبقى كبيرة وعظيمة لكن فكرة انك تحتفل بحدث عظيم زي النجمة العشرة وتقدر تعملها احتفالية وتسويقها بشكل رائع في يوم النهاردة الكل هيتابع ويتفرج على هذه الاحتفالات الكبيرة ده شيء عظيم جدا مبروك لجمهور النادي الأهلي الفكرة مش في البطولة العشرة ولا البطولة التسعة دايما دولاب بطولات النادي الأهلي عامر بالألقاب وعامل بالرصيد الكبير من كل البطولات والنتائج الرائعة في جميع الألعاب وتحديدا كرة القدم بشكل خاص لكن لما بتحتفل النهاردة بالنجمة العشرة انت بتحتفل عشان تدشن النجمة العشرة على الشعار وعلى تي شيرت النادي الأهلي لاهداف الفترة الجاية هتشوفوا فيها أرقام وأمور تسواقية هتكون بالإفادة وبالإجاب على النادي الأهلي خلال الفترة القادرة دايما النادي الأهلي بيفكر خارج السندوق انت اش بتحتفل زي ما قلت ببطولة أو بلقب أو بكاس لا انت ازاي بتحتفل ببطولة وازاي تستغل لهذا الحدث وهذه البطولة وهذا الرقم في تحقيق أرقام تسواقية وأرقام إيجابية في الفترة القادمة عشان تستفيد بيها على مدار السنوات القادمة عشان الأجيال اللي جاية لما تقول يوم 14.29.21 ما كانش احتفال فقط ببطولة لا دا كان احتفال بقيمة ورمز ورقم هدفه وأبعاده أكبر من فكرة حمل كاسة أو بطولة وطبعا هي كانت البطولة العشرة وطبعا الجمهور لسه بيحتفل كمان بالتسعة النهاردة يوم حافل ان النهاردة الحفلة اللي بالتأكيد الكل بينتظرها منذ نقدر نقول 17.27.21 أو حتى من يوم 27.27.2020 لأن التسعة والعشرة مرتبطين ببعض ذكرى التسعة لا تقل أهمية عن ذكرى البطولة العشرة لكن النهاردة مع التسعة ومع العشرة تتشين النجمة العشرة على تي شيرت وفنلة النادي الأهلي وكم هذا الحدث يعتبر هذا حدث عظيم نشعر بأهميته ومكانته خلال السنوات القادمة لما يتم تسويق هذا الرقم وهذه النجمة في الفترة اللي جاية من خلال إدارة النادي الأهلي بالتأكيد اليوم النهاردة زي ما قلت هيكون فيه فقرات كتيرة وحفلة بالتأكيد الكل هيكون على هبة الاستعداد ومتابعة كل فقرات برنامج الحفلة من الملعب التاريخي ملعب مختار التتش بالجزيرة النهاردة كمان انتظروا أغنية هتكون حدث كبير جداً هتزين الحفلة بشكل عام لأنها أغنية هتعبر بشكل كبير جداً عن إنجاز الأهلي والفوز بالبطولة الإفريقية وتحقيق النجمة العشرة أو البطولة العشرة لدوري أبطال إفريقية شاركونا وتابعونا على مدار اليوم بالتأكيد برنامج الترند وباقي فقرات اليوم النهاردة بإذن الله هتكون فيه برامج مختلفة هتبرز وهتابع وتشوف كل المستجدات والجديد وتخطيئة خاصة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة للاحتفال بتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي لكن نبدأ حلقتنا بقى بسؤال حلقة اليوم ونظراً لإجراءات كورونا وبالتأكيد للأسف الحفلة يكوننا محدود على عدد دموعية من الحضور لكن جمهور النادي الأهلي العظيم هو صاحب الحدث الأول والأخير في أي انتصار للنادي الأهلي لذلك بدعوكم كلكم تخشوا وتشاركوا معنا في الإجابة على السؤال وتوجهوا رسالتكم للعبي الأهلي والجهاز الفني بمناسبة احتفال الأهلي وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت للنادي الأهلي وجهوا رسالتكم من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات وهو اليوم النهاردة هو يوم خاص لجماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الليلة احتفالية تكسين النجمة العشرة على شعار الأهلي وفي الترند المحلي اتحاد القرى يؤكد سعيه لإقامة الانتخابات في أقرب وقت وفي الترند العالمي انطلاق دور المجموعات لدور أبطال أوروبا الليلة سريعا كده نشوف مع بعض استعراض مباريات اليوم والنهاردة الجولة الأولى من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا طبعا بنتكلم في مباراتنا هيبدأوا الساعة 7 إلى 4 يانج بويز هيلعب مع منشاستر يونيتد شبلية هيستضيف ريدبول ساليسبورت الساعة 9 بنتكلم في حوالي 6 مبارات في توقيت واحد أبرزهم بالتأكيد المبارات الديربي وأهم مباراة اليوم في دور المجموعات بارشلونة هيستضيف بايرن ميونيخ دينامو كييف هيستضيف بمفيكا فياريال هيستضيف أتالنطا تشيلسي هيستضيف زينيت سان بيترسبورغ مالامو هيستضيف يوفينتوس والليل هيستضيف فلفسبورغ الألماني دي مباراة النهاردة في دور المجموعات لدور أبطال أوروبا والجولة الأولى من دور المجموعات ومباراة البارسة وبايرن ميونيخ بالتأكيد في الصهر النهاردة كلها يكون خريصة على متابعتها ولكن بعد متابعة احتفالية تتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ بقى مش أقولي البرنامج نبدأ بقى نتابع حفلتنا ونشوف الجديد النهاردة من خلال احتفالية الأهلي بتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي في كده بعض الجمل نقدر نقول عليها بتبقى حووم الكاف كرية لما نقول التسعة بتوقيت الأهلي دي بتاعت الأهلي بس لما نقول القضية ممكن بتاعت الأهلي بس مرة عشر سنين عشرين سنة تلاتين سنة دي جمل محفوظة باسم النادي الأهلي وجمهور الأهلي لقوا حق الاستخدام زي حقوق طبعه والنشر كده بالزبط الاسم الجديد أو الجملة الجديدة النجمة العشرة برضو دي هتبقى باسم النادي الأهلي بس ليه؟ تبتتكلم عن البطولة رقم عشرة من إجمال بطولات دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي حققها في كبطولة أخيرة في شهر 7 الماضي على كايزاري تشيفز النهاردة النادي الأهلي بيحتفل بتتشين النجمة العشرة على تي شيرت الخاص بالنادي الأهلي والبالتالي هنا القصة زي ما قلت في بداية الانترو مش قصة بطولة والاحتفال بكاس لا انت فزت بالتسعة فزت بالعشرة وحققها تدوره وكاس الموسم الماضي وعندك سوبر محل وصبر إفريقي فانت البطولات دايما العجل بتدوره ما بنقفش عند بطولة لكن في محطات لازم توقف عندها النجمة العشرة وتتشين هذا الرقم على تي شيرت الأهلي له قيمة وعلامة تسواقية وتجارية مهمة جدا مش هيفهم ده ولا يبحس بدا ولا هيقدر ده إلا لما تكون إدارة عرفة قيمة البطولات اللي بتحقها عشان كده النهاردة هذه الاحتفالية الكبيرة اللي بتقوم في ملعب مختار التتش بالجزيرة وأنظار الجماهير المصرية والعربية والأفريقية كلها بمهتمة ومتابعة لما يحدث في هذا الاحتفال من داخل ملعب التتش في الجزيرة لذلك وإحنا ببرنامج التريند وبداية اليوم النهاردة بخصوص المتابعة الاحتفالية هروح مباشرة إلى زميلي العزيز فاروق صلاح عشان أعرف بقى الأجواء والأخبار والاستعدادات هناك في ملعب التتش بالجزيرة قبل حوالي ساعتين ونص من احتفالية الأهلي بتتشين النجمة العشرة مساء الخير يا فاروق طيب نبدأ مع بعض نروح لفاروق صلاح كل التحية لك زميلي العزيز اتفضل يا فاروق وعايز أعرف منك بقى الاستعدادات وانت موجود كمان بجوارة مثال الكابتن صالح سليم والمسمة أو الجملة الشهيرة الأهلي فوق الجميع والنهاردة النادي الأهلي بيحتفل بفكرة أن كلنا بنخدم النادي الأهلي في أي مكان وكلنا بنحتفل بقيمة مهمة جداً النهاردة تتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي كل التحية لك زميلي العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدينا ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما انت قلت يا محمد جميع الأنظار في مصر وداخل الوطن العربي والقرى الأفريقية النهاردة بتتوجه صوبة استعدة مختار تتشين المتابعة تتشين النجمة العشرة لنادي الأهلي نقطة مهمة جداً يا محمد انت قلتها ومن ضمن الجمل أو الحقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي نحن موجودين مام واحد من قيم قيمة كبيرة من قيم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وتاريخ الرياضة المصريية والكابتن صالح سليم وتمثال الكابتن صالح سليم اللي قال جملته الشهيرة الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق جميع أبناءه النادي الأهلي هو يعني الهدف الأساسي هو الغاية لنا كلنا فوق كل الأهواء فوق كل المصالح بيبقى النادي الأهلي فوق الجميع النهاردة يا محمد حفلة تشين النجمة العاشرة يعني زي ما أنت قلت يا محمد فيه جمع اللي اتحفظت خلاص للنادي الأهلي الأهلي فوق الجميع القضية ممكن التسعة بتوقيت للأهلي ولازم يا محمد نضيف لهم كتبت لهم العشرة بقميص مغطى بالألقاب نسر الأهلي بيحلق في سماء المليئة بالنجوم مليئة بعشر نجوم لدوري أبطال إفريقيا كرقم قياس للقرة السمراء وأيضا مليئة بأربع نجوم لبطولة الدور المصري كل نجمة منها في بطنها عشر بطولات نقدر نقول يا محمد تاريخ عريق جدا للنادي الأهلي ونسر النادي الأهلي لوحده بيحلق في سماء هذه السماء المليئة بالنجوم لكن دائما محمد زي ما احنا بنتكلم على قيمة النادي الأهلي بنقول الحكم أو القواعد اللي بيمشي عليها النادي الأهلي بيكون نبراس للقادمين من النادي الأهلي وزي ما احنا متعودين النادي الأهلي دايما جيل بيسلم جيل يعني على أحد المعابد الفرعونية القديمة يا محمد نقشت هذه الجملة من يسير وهو ينظر إلى الخلف تتعثر أقدامه ومن يطيل النظر إلى الوراء تتوقف أقدامه عن المضي قدما عشان كده النادي الأهلي دايما بيبص الأدام النادي الأهلي دايما بينظر لقدام النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب لما قال جملته الشهيرة احنا دايما البطولة والفرحة ما بتاخدش مننا وقت كتير علشان احنا بنبص البكرة وبكرة بتاعنا هو بطولة جديدة وتحدي جديد نتكلم محمد بقى على تفاصيل النهاردة والنادي الأهلي ودايما زي ما نقول النادي الأهلي دايما غني بأبنائه النهاردة النادي الأهلي وجه الدعوة لكل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين النهاردة أنهم يكونوا موجودين في حفل تدشين النجمة العاشرة أيضا توجيه الدعوة للفيف من السادة الإعلاميين والرياضيين وأبناء النادي الأهلي القدامة اللي كانوا جزء كبير جدا من تاريخ النادي الأهلي اللي لم يبخلوا في يوم من الأيام على النادي الأهلي بنقطة عرق واحدة وهو ده النادي الأهلي محمد اللي دايما غني بأبنائه بعض الكواليس وبعض التفاصيل يا محمد الخاصة باليوم وبالتنظيم أن يتكرر أن باب المعلمين هيكون هو باب دخول السادة الضيوف وأيضا السادة الإعلاميين باب المخصص أيضا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هيكونوا متواجدين بالكامل طبعا بتقدمهم أسطورة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب أنا موجود معاك يا محمد لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل أي أمر خاص بالحفلة النهاردة اللي أعتقد يا محمد هي تكليل لمجهود كبير جدا لفريق اللي النادي الأهلي فيه النجمة العشرة بالتحديد البداع محمد كانت الانطلاقة من النيجر مرورا فضل طيب قبل ما نروح للجزء التاريخي عايز أعرف الترتيبات في ملعب التتش بالجزيرة وأنا عارف طبعا المكان اللي أنت موجود منه حاليا دلوقتي بعيد شوية عن ملعب التتش لكن عشان تبقى الصورة قبل ساعتين من مقر الحفلة نفسه الصورة هناك شكلها إيه الجديد اللي بيحصل في ملعب التتش الترتيبات لإقامة الحفلة بعد حوالي ساعتين ونصف إن شاء الله بالإضافة لده كمان الفقرات اللي هتكون النهاردة موجودة في حفلة تتشين النجمة العشرة يعني خلينا أقولك يا محمد وإحنا كنا شايا يعني كنت شايا دعيان على هذا الأمر إن الكابتن محمود الخطيب بنفسه كان استمر تواجده في النادي الأهلي بالجزيرة وملعب مختار التتش بالتحديد بالأمس لحد يعني اللي تدرروا للساعة واحدة أو اثنين الفجر موجود بنفسه بيتابع كافة الأمور طبعا برفقة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بيقف بكل كبيرة وصغيرة بيتكلم على كل الأمور بيتابع كل يعني العملية التنظيمية وسيناريو اليوم الكابتن محمود الخطيب النهاردة عايز أقولك خلية نحل ومسيح يعني مسيرة عمل بتدور على مدار الـ 24 ساعة تقدر تقولي النهاردة حفلة تقليق فعلا بالنادي الأهلي من ضمن الأمور الموضوعة أيضا في برنامج الحفلة النهاردة هو تكريم الأستاذ محرم الرابع الراغب عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي وأيضا المهندس عدل القيع عضو مجلس الإدارة ومستشار للنادي الأهلي ورئيس لجنة التسويق بالنادي الأهلي من ضمن الأمور الموضوعة أيضا تكريم فريق النادي الأهلي الحاصل على النجمة العشرة اللي زي ما اتكلمنا محمد هي ما كانتش مجرد بطولة فقط دي رحلة طويلة ومشوار صعب جدا يبتدى من النيجر مرورا بالكنغو بالسودان ثم بجنوب إفريقيا ثم بالتونس ثم الكهانة الفرحة الكبيرة والمباراة الختمية أمام كايزر بكازابلانكا تقدر تقول يا محمد هو تكليل مشوار مهم جدا تكليل لنجوم خدمة النادي الأهلي على مدار تاريخها النادي الأهلي دايما اللي ما بينساش أبنائه نهاردة زي ما قلنا هيكرم المهندس عدل القيعي والأستاذ محرم الراغب علشان ندي مثال للنادي الأهلي أيضا من الأمور المهمة برضو يا محمد نهاردة لعبة النادي الأهلي هتقيم حفل تكريم لسعد الدين سمير لاعب النادي الأهلي اللي خلاص انتقل لنادي فيوتشر لمدة مسلمين واحد من اللعبة اللي أخلصت للنادي الأهلي وده دايما يا محمد اللي احنا متعودين عليه من لعبة النادي الأهلي على مدار تاريخ النادي الأهلي تكريم لعبة النادي الأهلي اللي سعد سمير أعتقد هي محمد رسالة وتقدر تقول إن هي رسالة للنادي الأهلي إن النادي الأهلي دائماً عمره ما بينسى أبنائه النادي الأهلي عمره ما بينسى أولاده خصوصاً يا محمد كل من أخلص لخدمة هذا الكيان كمان يا فاروق على هامش الحفلة هيكون في أغنية عظيمة طليقة بالنادي الأهلي وطليق بحفل النجمة العشرة وتدشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي بالضبط يا محمد يعني نقدر نقول إحنا عندنا كتير فقرات يا محمد إحنا مش عايزين نحرقها ليه كتير من الجماهير عشان ما نبقاش حرقنا سيناريو الحفل أحد الأغاني طبعاً الأغنية العظيمة جداً للنادي الأهلي اللي تدشين النجمة العشرة ضم الفقرات اللي هتكون موجودة في الحفل بإذن الله أعتقد يا محمد هي أمر النهاردة الجميع النهاردة هيلمس قمة التنظيم والرقي في النادي الأهلي قمة التعامل والأمور التنظيمية أنت عارف محمد النادي الأهلي دايماً في الأمور التنظيمية خليني برضو أن أنا أشيد هنا بوجود أفراد من الأمن من النادي الأهلي من فروع النادي الأهلي الثلاثة سواء بالجزيرة سواء بمدينة ناصر سواء بالشيخ زايد ترابط وتكاتف أبناء النادي الأهلي وتكاتف الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي سواء هنا في الجزيرة في مدينة ناصر في الشيخ زايد الجميع بيسير خلف عالم النادي الأهلي الجميع خلف نصر النادي الأهلي والجميع طبعاً بيشهد بيوجه كل الشكر طبعاً للدولة المصرية والأمور الميسرة اللي بتقدمها الدولة المصرية في ظل النهضة اللي بتعيشها الدولة المصرية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجميع بيوجه لهم كل شكر أيضا محمد برضو من الأمور المهمة جدا للنادي الأهلي تيسيرا على ضيوف النهاردة والحضرين النادي الأهلي استأجر الجراج الخاص بالأبرة وجراج المحافظة لتيسير عملية طبعا وجوف أقوف السيارات الخاصة بالسادة المدعوين لحضور هذا الحفل أكيد زميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا وعايز أقول لك حظك حلو موجود في احتفالية وحدث الناس هتتكلم عليه على مدار سنوات وسنوات لأن الأحداث اللي زي دي بتبقى فرصة عظيمة أنك تسجل لحظات تاريخية من داخل مقر النادي الأهلي ونشايفين الصرح العظيم اللي قدامك على الشاشة ملاعب التنس ملاعب حمام السباحة المبنى الاجتماعي يعني مكان بجد فوق الوصف وطبعا بيطل على نهر النيل وملعب التيتش صالة الأمير عبدالله الفصل بتتكلموا على تحفة معمارية ومقر تاريخي لأقدم الأندية المصرية والإفريقية في السنوات الأخيرة والنهاردة احتفال جزء من تاريخ النادي الأهلي النجمة العشرة قبل ما اختم وطلع الفصل قلت لكم فيه جمل كده شهيرة حقوق الملكية الفكرية خاصة بالأهلي وبس التسعب توقيت الأهلي القضية ممكن أن نجمع العشرة أعتقد حقوق الملكية فكرية وحقوق الطبع والنشط فقط لجمهور النادي الأهلي للحق أن يستخدمها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريند عشرة للشامبونيز ليج وعشرة طبعاً تيشرت محمد شريف المخيف محمد شريف هدف النادي الأهلي في الدور المصري والمهاجم الواعد الفترة القادمة أخرج عن النص شوية ومش هتكلم على احتفالية تدشين الأهلي طبعاً بالنجمة العشرة لأنه عندي حدث مهم جداً فارد نفسه على الساحة الرياضية وعلى الساحة القروية بشكل خاص وهو متعلق باجتماع عدد من الأندية وصل لأكتر من 51 نادي بالأمس في إحدى فنادق التجمع الخامس بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديلات في الليحة الليحة النظام الأساسي التي لم تعتمد أصلاً وموجودة في اللجنة الأولمبية لمراجعتها بشكل قانوني ثم الدعوة لانتخابات المصير في الأمر ده أن الأندية يعني بتدت تتكلم في الموضوع ده بعد سنتين من تعيين لجان داخل اتحاد القرى والاتحاد الدولي فيفا يعني مد للجان داخل الاتحاد لأكتر من سنتين عمر الاتحاد الدولي ما جاء عين لجنة في أي اتحاد في إفريقيا أو في الاتحادات بشكل عام سنة سنة ونص أقصى حاجة بتبقى سنتين لكن اتحاد القرى في يناير القدم هيكون مرة عليه سنتين ونصف بدون مجلس إدارة منتخب الأندية انتفضت وفكرت إن لا الاتحاد لازم يكون فيه مجلس إدارة ولازم يكون فيه ليحة نظام أساسي وفيه ليحة كانوا اعتمدوها أيام وجود عمر الجنين رئيس اللجنة الخماسية والغاية للحظة دي هم مش عارفين الليحة فين فبالتالي دعوا لاجتماع جماعة عمومية خلال 15 يوم هيشكلوا لجنة ربعية هيتواصلوا على الاتحاد الدولي لقرة القدم هيعدلوا في ليحة النظام الأساسي ثم يجروا انتخابات البعض يقول لي هل دا قانوني؟ آه قانوني لأن الأندية هي صاحبة الاختصاص في كل هذه الإجراءات والاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا ما يقدرش يقول للأندية أنت بتعملوا إيه؟ لأن سهل جدا أي نادي أو أي جماعة عمومية تطعن على قرار تعيين اللجان قدام المحكمة الرياضية الدولية حصلت في أكتر من دولة إفريقية والاتحاد الدولي عمل توازنات وأجر اتصالات بالأندية في هذه الاتحادات عشان يتوصلوا لصيغ التفاهم واتفاق في الفترة اللي جاية عموما دا كان رأي الأندية بالأمس وفي خطوات جدة خلال الساعات اللي جاية هل اتحاد القرى سكت بعد هذا القرار؟ لا اتحاد القرى رد على بيان الجماعة العمومية وقال أو اللجنة السلسية ردت وقالت احنا ماضيين في تنفيذ خارطة طريق لانتخاب مجلس إدارة وقالوا أنه هم في انتظار نشر ليحة النظام الأساسي لأن حنان اللجنة أو الليحة بيتم مرجعتها قانونيا من اللجنة الأممبية المصرية بعد اعتماد الفيفا وقال المهندس أحمد مجاهد أنه حاول إجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حالت دون ذلك كما حاول عقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء تعديلات على بنود الليحة للنظر في مقترحات الأعضاء اللي اتقدمت له لكن برضو الاتحاد الدولي كان ليه رأيي تاني وقال نسيب ده لمجلس الإدارة المنتخب حتة دي ما بينقصين كده فمليون علامة استفهام يا بشمونت سحمد لأن المفروض طالما الأندية عايزة تعدل الاتحاد الدولة ما يقولش لا بالعكس لكن ما علينا قال كمان اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد يعني سعت لإجراء الانتخابات قبل 31 سبعة لكن القانون نص على إجراء الانتخابات عقب الدورة الأولمبية اللي كانت مقيمة أو أقيمت فيه توقيو وليس أثناء إقامة الدورة الأولمبية فبالتالي اللجنة ممتدة عملها لغاية يناير ويعمل انتخابات فيه بحد أقصى 5 يناير المهندس شام حطب دخل على الخط رئيس للجنة الأولمبية والناس سألته على اللايحة اللايحة فين؟ اللوم اللايحة عندي في اللجنة الأولمبية وبيتم دراستها بشكل قانوني خلال الفترة الحالية قبل إرسالها لوزارة الرياضة واعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية لكن المهندس شام حطب قال نقطة مهمة جدا وده أنا أكدته منذ لحظات لما قال من حق الجماعية العمومية لاتحاد الكرة تحديد بنود اللايحة التي تحكمهم مشيرا إلى أنه حتى لو اعتمدت اللايحة من جانب الفيفا ونشرت في الوقاعة الرسمية يجوز التغيير فيها وإجراء تعديلات بشأنها لكن بشرط أن يتم ذلك في جماعية عمومية غير عادية وموافقة الأغلبية على تلك التغييرات إن وجدت بشكل عام هنشوفي الساعات الجاية هتصفر عن إيه وزي ما نشايفين طبعا دي تصرحات المهندس الشام حطب النهاردة على موقع اليوم السابع حسب معلوماتي من عشر تيام بالزبط اللايحة كانت موجودة في اللجنة الأولمبية عشان يتموا منقشتها بشكل قانوني ودراستها ومراجعتها في بعض البنود في اللايحة مخالفة لقانون الرياضة هتكلم في ده في وقته مش النهاردة للنهاردة بالتأكيد عندنا حدث أهم وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي آخر حاجة الكاف بيتكلم على صدافة كأس العالم كل سنتين والنهاردة دكتور باترس متسابي رئيس الكاف كان طلع بيان وقال إن الكاف بيؤيد تنظيم الكأس العالم كل سنتين ولكن من خلال دراسة وعرض الأمر على مؤتمر الفيفا في كونجرس الفيفا الفترة الجاية عشان يتم المناقشة بشكل أوسع ومعنى أدقي يكون فيه تصويت على القرار في الفترة الجاية الاتحاد الأوروبي رافض اتحاد أمريكا الجنوبية الكونيمون بول أيضا رافض لكن الاتحاد الأفريقي 54 اتحاد مؤيد لفكرة إقامة كأس العالم كل سنتين لو الأمر راح للتصويت هيبقى أمر محرج لأوروبا والأمريكا الجنوبية آخر حاجة أيضا اتحاد الكرة هيقدم كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني اليوم الخميس القادم فيه مؤتمر صحفي الساعة واحدة الظهر بقاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد في الجزيرة وكارلوس كيروش سيصل القاهرة غدا الأربعاء ويكون فيه مؤتمر صحفي لتقديمه يوم الخميس القادم لما نشوف المؤتمر يوم الخميس هيكون مين موجود مع الجهاز الفني المنتخبنا الوطني ومع كارلوس كيروش في الفترة اللي جاي عشان عندنا مباراتين مهمين جدا مع ليبيا في تصفيات كأس العالم مباراة الأولى في استاد برج العرب والمباراة الثانية في بنغازي مع المنتخب الليبي يوم 12 أكتوبر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وترند الأهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا وقصة تتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي نعم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي واحتفال الأهلي بالنجمة العشرة وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي نبدأ مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا والبداية من الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر صباح الخير النجمة العشرة طبعاً بنتكلم على عدد البطولات الأحرازها هذا الجيل في فترة زمنية قياسية اتنين دوري أبطال إفرغيا كاف شامبونيس ليج بنتكلم في 27 نوفمبر وفي 17 سبعة 17 يوليو الفوز على الزمالك تحية التسعة بالقضية ممكن والفوز على كايزر تشيفز بسلاسية في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا والبطولة العشرة كاف السوبر كاب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان في الدوحة والدوري المصري وكأس مصر وأيضاً كمان برونزية كأس العالم للأندية الأخيرة في الدوحة والقادمة ممكن تكون في الدوحة في الإمارات في جنوب إفريقيا وارد كل شيء بخصوص كأس العالم للأندية القادمة لكن هذا الجيل في زمن قياسي حقق بطولات على أعلى مستوى التسعة والنجمة العشرة طيب نروح كمان للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر وبتكلم بقى في موضوع شاغل الناس في توقيت أنا شايف أن الموضوع واخد أكبر من حجمه والموضوع يعني مش هياخد وقت وبيخلص بس فيه اتفاقات على بعض الأمور لكن ما فيش اعتراضات بشكل أوسع زي ما البعض قال وزي البعض مبارح ما كان بيتكلم أن علي معلول مش عايز يكمل علي معلوله بعض الشروط علي معلول مش عايز يكمل في الأهلي بيفكر في الاحتراف في نادي خليجي كل الأمور دي على فكرة مش حقيقية بنسبة كبيرة جدا في بعض التفاصيل ممكن بيتم الاتفاق عليها وفي التوقيت المناسب الأهلي هيعلن تجديد عقد علي معلول زي ما هيعلن خلال الساعات الجاية تجديد عقد عمر السلية اليوم السابع كانوا بيقولوا الأهلي يحسن ملف تمديد تعاقد علي معلول قبل معسكر الأسكندرية معسكر الأسكندرية استعدادا للسوبر هيكون يوم الخميس القادم عقب المباراة الودية مع المقاولون العرب بعد المباراة الفريح هيتجى للأسكندرية استعدادا لمواجهة طلاق الجيش يوم واحد وعشرين تسعة في السوبر المحل اليوم السابع لوحدوتهم الموضوع ده يتحسم قبل السفر الأسكندرية وأنا بقول لكم الموضوع خلال أيام وليلة جدا هيكون الأمر محسوم والمصر الرياضي بتتكلم في نفس الأمر لكن بيقولوا بقى خبر أن الأهلي يقدم عرض جديد لمعلول بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد طيب هي الفكرة سنتين ولا تلاتة القيمة المالية كان كل حاجة بخصوص التعاقدات مع لعيب النادي الأهلي لها سقف واللعيب أنفسهم عارفين الملف تتحديدا إزاي النادي الأهلي بيتعامل فيه وعلي معلول من اللعيبة اللي بيتم تقديرها بشكل مدي رائع جدا وتأدير معنوي وفني وجماهيري قبل التأدير المدي وده علي معلول بيقوله في كل حواراته الصحفية وجوده داخل النادي الأهلي بيمثله إيه التفاصيل الصغيرة دي هيتم الاتفاعلها خلال أيام القادمة لكن أتمنى أتمنى محدش يقارن موقف علي معلول بموقف لاعب عربي آخر في نادي آخر الأمر مختلف تماما ومحدش يحاول يجد مبررات لبعض اللي ممكن ما ينجحش في تجديد عقد أحد اللاعبين العرب في الأندية الأخرى ويشبهه بملف علي معلول علي معلول وملفه مع النادي الأهلي مختلف تماما والتجديد خلال أيام لكن ما تربطوش الأمور في بعضها عشان تساوه الناجح بالغير الناجح أعتقد الأمر كده واضح لأن البعض بيحاول يسوي الأمور ويسوي الكفة لأنه عايز يقول معلومة فبيدخل الأهلي وعلي معلول في المعلومة عشان يبقى إيه وزن أمور ووزن الكفة بالنسبة للرأي العام أعتقد الجمهور فاهم أنا عايز أقول إيه طيب صفحة الأهرام بتتكلم على أقرم توفيق وأقرم توفيق بالتأكيد من الدعام الأساسية خلال الفترة الأخيرة لكن الأهرام والحساب الرسمي لها على تويتر بيتكلم عن أخبار الأهلي أقرم توفيق خارج قائمة الفريق للسوبر وده بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخبنا الوطني عندما تعرض بالتأكيد لشرخ في وجهه وبالتأكيد أبعدته عن مباراتين الجابون وأنجولا وخلال هذه الفترة أيضا أقرم ما بيشاركش في التدريبات بسبب الإصابة دي هل الفترة القادمة هيكون فيه استخدام قناع واقي للحفاظ على أقرم توفيق لحين التعافي من الإصابة ده هنشوفه لفترة الجاية لكن لحاقه بماتش السوبر أعتقد أنه يبقى الوقت دائع جدا عشان يقدر يلحق هذه المباراة نتمنى له الشفن إذن الله لفترة الجاية ويرجع للتدريبات بشكل طبيعي طيب الحساب الرسمي والصفحة الرسمية للوطن الرياضي على الفيسبوك بيتكلموا على أن الأهل يبدأ قيد الصفقات الجديدة قبل السوبر المصري طيب يا جماعة عشان نبقى فاهمين مواعيد القيد ممتدة لغاية يوم 7 أكتوبر وابتداء من 10-9 تقدر تأيد أي صفقة جديدة تعاقدت معها خلال الفترة الحالية فبالتالي قبل 21-9 عندك صفقات جديدة عايز تأيدها تقدر تأيدها وتشارك معك في كاس السوبر حتى لو السوبر ده هو موسم القبل الماضي أو الموسم الماضي ما لهاش علاقة طالما هو موجود على زمتك في القائمة المحلية يقدر يشارك فيه مباراة السوبر الفكرة بيتكلموا على الصفقات الجديدة اللي جات الأهلي دي الصفقات اللي تم إبرامها والتعاقد معها خلال الفترة الحالية سواء صفقات جديدة أو عودة المعاريم بعد نهاية فترة أعرضهم مع أنديت الدوري المصري وهنشوف الفترة الجاية بعد قيادة الصفقات الجديدة هيقدر بيت سموسيماني يعتمد على مين في مباراة السوبر كلنا شفنا حسان حسن في مباراة بتجدت الودية بالأمس ظهر بشكل طيب عمار حمدي حدث على حرج من أبرز العناصر اللي هيكون من العناصر اللي هتضمن مكانة في التشكيل الأساسية أحمد عبدالقادر محتاج شوية وقت على ما يخش وينسجم داخل صفوف الأهلي لسه بقى محتاجين نشوف لويسة ميكسوني الفترة القادمة نتمنى السلامة البرستاو والإصابة ممكن تاخد فترة أكتر من شهر لكن بإذن الله يلحق بالفترة القادمة ونشوف كل الصفقات الجديدة مع التدعمات اللي تمت ولعب الموسم الماضي عشان يكون النادي الأهلي عنده سكواد من أبرز السكواد والقوامل الموجودة في البطولات الإفريقية وأيضا في الدوري المحلي طيب نروح بقى لشأن تاني متعلق بلعبة كرة اليد وحساب بطولات على تويتر كتبوا رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يقرر إلغاء بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي كان من المقرر مشاركة الأهلي والزمالك في منافستها لعدم وجود أي دولة تقدمت بطلب لاستضافة البطولة كلنا شفنا الأندية أبطال الكؤوس الأهلي فزة بيها في المغرب كانت البطولة بتقام في مدينة مكناس لكن دور الأبطال أو أندية أبطال الدوري محدش تقدم لاستضافة البطولة ولعبة كرة اليد تحديدا من الألعاب الدول الإفريقية قليل جدا لما بتطلب استضافتها بسبب بقى جائحة كورونا العوامل المادية طبعا فرق شاسع جدا ما بين بطولات إفريقيا لكرة اليد وكرة القدم في طلب الاستضافة أو حتى الجوائز المالية لكن الاتحاد الإفريقي لليد خد القرار ولغى تنظيم هذه البطولة طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نتكمل مع بعض ونشوف بقى فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند طبعا بتكلم بقى على احتفالية تاتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي أتركوا جماعة الفكرة في حد ذاتها مش إنك واخد بطولة فبتعمل فقرات حفلة عشان تحتفل بكاس أو تحتفل ببطولة النادي الأهلي الحمد لله دولاب البطولات لو زرت وشفت مقر النادي الأهلي بالجزيرة انت عندك ثلاث نسخ من نسخ دوري أبطال إفريقيا عندك نسخة من الشكل والتصميم القديم لدوري أبطال إفريقيا اللي فست بي عام 82 و87 و2001 فبالتالي الحمد لله دولاب البطولات عامر برصيد كبير جدا من البطولات كاس الكوس الإفريقية دوري أبطال إفريقيا كاس الأندية الإفريقية للأندية الأبطال كمان بنتكلم على برونزية كأس العالم شهادات تقديرية من الاتحاد الدولي فيفا على مشاركتك التاريخية مع أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية قلتلك الرصيد والدولاب عامر بالبطولات لكن الزكاء هنا إنك لما يكون عندك رقم إزاي تقدر تحتفل به والإحتفال ده إزاي تقدر تسوقه عشان يكون جزء من الحقوق التجارية والتسوقية عشان تستفيد به على مدار السنوات القادمة أنت هنا بترسخ فكرة إنك بتحتفظ بتاريخك وإزاي تقدر تسوق التاريخ بتاعك عشان يكون علامة تجارية وقيمة مالية وتسوقية تقدر تجيب بيها فلوس لخزنة النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي التفاصيل الصغيرة دي خد بالكو هي اللي بتفرق ما بين إدارة وإدارة نادي وآخر فريق عن التاني ما أنت في النهاية أنت مش بتكسب بطولة وبس لا ما هي البطولة دي بتيجي من خلال شغل هل الشغل جهاز فني؟ هل الشغل اختيار لعيبة وجهاز فني فقط؟ ولا الشغل إنك إزاي تقدر توفر إمكانيات مادية عشان تكون ميزانيتك هي أعلى ميزانية لأي نادي في القرى الإفريقية عشان توفر ده لازم تجبر بعلامتك التجارية لأكبر مستوى وأكبر مكانة القيمة التسوقية والعلامة التجارية للأهلي تجبر إزاي؟ بالتفاصيل اللي بنتكلم فيها على الحاجات اللي هي علامة تاريخية يعني مثلا نادي القرن كان سألي جدا أي نادي ياخد لقب نادي القرن ياخد الجيزة ويحطها في الدولاب ويحتفل بها وخلاص لكن إزاي تسوى اسم نادي القرن ويكون موجود على كل المطبوعات بتاعتك في الخطابات الرسمية اللي بتبعتها لأي جهة سواء للتحاد إفريقي للتحاد كورا للجنة أولمبية أي ورقة رسمية بتطلع من النادي الأهلي معاها العلامات التجارية أو معاها الإعلانات بجوارها كلمة الأهلي نادي القرن دي قيمة تسويقية وعلامة تجارية وعلى أساسها بيجي لك المعلنين النهاردة لما يكون التيشيرت الخاص بفريق كورة القدم بيزينوا النجمة العشرة وبيتم تتشين النجمة العشرة في احتفالية خاصة النهاردة ده أثروا إيه على المعلنين الفترة الجاية لما يشوف احتفالية زي دي النهاردة بيشوفها ملايين فبالتالي المعلن هيكون حرصه أن يحط إعلاناته بجوار علامة النهاردة الكل بيحتفل بيها عشان قيمته التسويقية ما تقلش عن قيمة العلامة التجارية لتتشين نجمة كبيرة زي النجمة العشرة على تيشيرت النادي الأهلي هي التفاصيل الصغيرة دي خدوا بالكو ما يفهمهاش وما يعرفهاش إلا الأندية اللي دايما بتبص إن هي شايفة مكانتها في العالمية شايفة دورها وقيادتها لجمهور كبير وجمهور هو أعظم جمهور في الكون لازم تكون الإدارة على نفس مستوى ونفس طموحات الأعضاء والجماهير فده مهم جدا لازم نشرحه النهاردة وإحنا بنتكلم في برنامج التريند إن البعض ممكن يقولك إيه إنت بتحتفل النهاردة بالبطولة العشرة ده إنت فايز بيها من شهرين ثلاثة طبعا إنت حققت التسعة والبطولات دي خلاص إنت بتشوف البطولة اللي بعدها هي الفكرة زي ما قلت إنت ش بتحتفل ببطولة إنت بتحتفل بقيمة مهمة جدا فست بيها بعد بطولة كبيرة ومدة كبيرة جدا عشرة دوري أبطال إفريقيا البداية من جيل 82 حتى جيل 2021 لو بنتكلم عن عشرين واثنين وعشرين بنتكلم يعني على مدار 40 سنة مع البطولة القادمة دوري أبطال إفريقيا القادم على مدار 40 سنة إنت فست بعشرة دوري أبطال إفريقيا يعني بنتكلم 25% من مشاركاتك في آخر 40 سنة فست بعشر ألقاب من 40 مشاركة وده رقم كبير جدا على بطولات قرية ومنافسات أصعب رحلات سفر وأصعب مكان إقامة وأصعب مباريات وملاعب حاجات كتيرة أو ممكن تقولها في البطولات الإفريقية ده بالعكس البطولات الربية آه مستوها الفني أعلى والقيمة التسوقية بتاعتها أعلى لكن الرحلات الإقامة والسفر والملاعب مختلفة تماما إفريقيا لكن أنت رغم كل المعوقات والصعوبات بتفوز بعشرة دورة أبطال إفريقيا في آخر 40 سنة ما تنسوش أن الأهل راح لعب في ملاعب وفي مباريات دولة فيها حصل انقلاب المباراة أو الفريق مرجعش الأهل راح سافر في دولة مع القطن الكاميروني المباراة في الشت التاني اتعاد التاني يوم بالكامل عشان أمطار غزيرة هطلت على أرضية الملعب فكانت في صعوبات كبيرة جدا في بطولات إفريقية في 2012 سميناها وقتها بطولة الشهداء اللي ما كانش فيه جمهور 2013 بطولة كانت صعبة جدا وقلت الموقف اللحصة في القطن الكاميروني 20-20 التسعة و20-21 بالتأكيد النجمة العشرة طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وجه رسالتك لكل لعبي الجهاز الفني وكل أفراد منظومة الكرة في النادي الأهلي بخصوص تحقيق النجمة العشرة وتدشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي نشوف مع بعض الجمهور وجه الرسالة وقال إيه نبدأ مع بعض شاكر محمد بيقول أنتم منظومة محترمة جدا جدا أشكركم لأنكم أسعدتونا كثيرا وما زلتم مصدر السعادة لدينا رسالتي للجهاز الفني شكرا مستر بيتسو أنت مدرب زكي جدا وتكتيكيا داخل الملعب رائع ننتظر منك المزيد رسالتي للعيبة أنتم لديكم الإمكانيات والقدرات اللي تأهلكم للفوز للعديد من البطولات شكرا كابتن ديبو نشوف كمان رسالة أخرى من عمر الكاشف محتاجين كل التركيز الفترة القادمة وربنا يوفق الفريق إن شاء الله نشوف كمان محمد إبراهيم بيقول إن شاء الله الحادات عشر آلي وبطولة كأس العالم للأندية بيذن الله تكون في أفريقيا ويقدر الأهل يحقق مركز جيد منتصر فوزي بيقول كل التوفيق ليهم في الموسم المقبل إحنا في ظهر كل لاعب فيهم واسقين فيهم فرحان بعودة محمد محمود وأداءه وعايزين النجمة الحداشر علشان يبقى رقم قياس جديد ثلاثة أفريقيا على التوالي كل الدعم ليكم بالمناسبة بيقول معلومة مهمة جدا الأهل لو فاز بدوري أبطال إفريقيا القادمة إن شاء الله هيكون ثلاثة دوري أبطال إفريقيا متتالية وده رقم قياسي لم يتحقق من قبل في النهاية بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة ولكن تابعونا على مدار اليوم تخطية خاصة وحصرية على شاشة قناة الأهلي كل ما هو جديد من ملعب مختارة تتشيبي جزيرة واحتفالية تتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء